هذا الفعل أو مميزة ما هو الميزة والثانية والثالثة أولا يدل على زمان يدل على حدث يدل على زمان وما أنواع الزمان برأيك هي ثلاثة أنواع معروفة أظن ما في طالب فيكم يغفل عن أنه هناك ماضي ومضارع وأمر والأمر يعني في زمان المستقبل يا صديقي فهذه الأفعال يا صديقي لها دلالات ولها الآن زمان ثالث شيء هناك مجموعة من الحروف إذا ارتبطت مثلا بالفعل الماضي مثلا مع تاء التأنيث مثلا حروف المضارع في قبلها حروف النصب والجزم زي لم مثلا لم يدرس فهذه وين تجي بس تجي مع مين مع الأفعال ولا تأتي مع الأسماء فتاء التأنيث الساكنة المفتوحة لا تأتي إلا مع الأفعال والماضية ولا أن فعل الذي يدل على المستقبل سواء في سين استقبال وهو سأكتب سأدرس سوف أكتب سوف أدرس سوف أصلي والمستقبل بالأمر اللي معه طلب ودرس أولا بأول لا تؤجل ركز وكون مشروعك الذي سيدر عليك آلاف الدنانيري في شبابك فلاحظ معي دلالة الفعل على الحدث دلالة الفعل على الزمان وهذا الفعل من مستلزماته وجود فاعل إذا كان فعلا تاما ووجود اسم وخبر إذا كان فعلا ناقصا هذا من أهم الدلائل التي تخص الفعل طب صاحبنا الاسم شو قصتك؟ الاسم خلينا ناخده بلون مغاير وهو هاي الاسم الآن يقبل للتعريف الآن النجاح التفوق الأول على المملكة إن شاء الله تكون واحد منهم طيب هاي للتعريف النداء يا محمد يا سعيد لن يقبل النداء شو رأيك من نوخ الدليل إذا كان غير ممنوع من الصرف يقبل التنوين فمحمد محمدا محمد صالح 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 ماذا يقبل أيضا؟ يقبل دخول حروف الجر يقبل دخول حروف الجر من إلعا على بفيريكا هذا هو الأهم أشهر حروف الجر إذن يقبل دخول حروف الجر فالفعل لا يقبل دخول حروف الجر من درسه ما بتزبط هل في فعل منون درس 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 ما نزلوش العرب طيب يقبل النداء يا درس ما في فعل واحد تنادي واحد قوله يا درس طيب هل يوجد على التعريف الدرس تزبط اليكتب الاكتب ما بتزبط معه فإذا النداء قبل التعريف قبل النداء قبل التنوين قبل حروف الجر أما الفعل فدل على حدث ودل على زمان طيب شو يعني اسم فعل يعني له مبين من مميزاتك يا اسم وله مبين يظهر مميزات الفعل طيب ماذا أفعل أنا برأيك ماذا أفعل بكل بساطة انظر إلى هذا العنوان أستاذيحي العمر اليوم نبدأ مع بعض فيه إشي كتير ضروري وهو في اسم الفعل أن التعريف الحقيقي اسم الفعل وحالاته ثم نتبحر في تفصيلات الكتاب هذا ما اتفقنا خطتنا واضحة لكم سنضع بين يديكم وعش رضيحي العمري مجموعة من الخرائط المفاهيمية تلخص كامل الدرس بعمل الله عز وجل شغلتنا بسيطة سهلة يسيرة بعمل الله أسماء الأفعال إذن لهم بين اسم ولهم بين فعل طيب كلمة تدل على فعل معين تدل على فعل معين وهذا الفعل يا صديق العزيز لتك تعرف أنه من أهم المزايا الخاصة بهذا الفعل ويحمل معناه وزمنه وعمله شو يعني عمله يعني الفعل بده فاعل هذه نقطة خطير نقطة ثانية وهو لا يسمى اسم فقط لأنه لا يدل على معنى في نفسه غير مقتنم بزمن يعني مثلا حيا على الصلاة حيا شو يعني أقبل تعالى الصلاة آمين استجب يا رب الآن إذا قلت لك نزالي يعني انزل طلاعي اطلع وقافي طف وراءك وراءك يعني تراجع أمامك يعني تقدم شو هذا هذا جديد والله علينا من هنا يجي طب هيهات هيهات لما يوعدون يعني استحال وبعد فصار عندنا معاني جديدة ما مرت علينا شتان بين الثرى وثري شو قصتها شتان بين الثرى وثري يعني بعد المسافة بينهما إذا وافترق الحال فابدنا نعرف اليوم إن شاء الله معاني هذه الأسماء التي تأتي مع الأسم فعل عفوا هذا الوزن الجديد بالنسبة لكم طيب كما لا يسمى فعلا فقط لأنه لا يقبل علامات الفعل يعني صح ما في مجال أقول لم صح وصحة ما بتزبط معايا لا تأتي تعني ما أعطب شو أسوي الآن هيهات الآن هل أستطيع أن أضع قبلها لم لم يهات تصير فعل ماضي مضارع أمر برضو ما مصير طبعا مش قابل علاماتك فعل ولم بيّن علامات الاسم وبعض العلماء في الأسور القديمة سموه اسم الفعل خالفة تعيش عن الخالفة خالفة يعني هذا اللي خالف قواعد الأسماء وخالف قواعد الأفعال فهو وحده جاء إذن كلمات اللغة العربية كمنوع اسم وفعل وحرف وخالفة وهو أسماء الأفعال فلا هو من جماعة الأسماء وله من جماعة الأفعال وهو لا يتأثر من العوامل شيئان العوامل يعني النواصب لأن لن كيلامة أليم شكرا